أبو هريرة رضي الله عنه فهم الكث كان فقيرا حتى يشتد به الجوع فيمر عليه بعض الصحابة يظنه به جنون مصروع وهو ملقى على الأرض من شدة الجوع فيضع قدمه على عنقه يظن أن به صرع إذا به تمر عليه السنوات فيصبح أمير المدينة أبو هريرة أصبح أمير المدينة حتى ذات يوم أخذ كتان هو أمير ملك الآن كتان مثل الآن عندنا الكلينيكس أخذ وتمخط بالكتان قال سبحان الله أبو هريرة يتمخط في الكتان وين كان ما يجد التمر اليابس أو الخبز اليابس الذي يأكله الآن أصبح أمير لكن ما أخذته الإمارة وألهته وغيرت نفسه وجعلته متكبرا أبدا كان أبو هريرة وهو أمير يذهب يشتري حاجة بنفسه من سوق المدينة ثم عندما يحمل الحاجة على ظهره مثل الحمالي يعني يحمل الحاجة على ظهره ويقول طرقوا للأمير طرقوا للأمير سووا طريق طريق للأمير يعني هكذا يمزح مع الصحابة يعني لو أشار فقط لكلهم خدموه لماذا؟ لأنه هو الأمير لكن يأبى إلا أن يحمل متاع على ظهره ويقول للناس طرقوا للأمير حتى يدمغ الكبر من نفسه ترجمة نانسي قنقر